كلية الشريعة قسم الفقه وأصوله تخصص الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة الكويت أنشئ مع نشأة الكلية بعام 1982 والقسم يسعى لتحقيق الأهداف اللي أنشئ على شانها ويخرج باحثين متخصصين بالعلوم الشرعية لهم القدرة على النظر واكتشاف القضايا من خلال أدلة الشرع والقواعد الفقهية والضوابط المقررة واللي يحرص القسم على تدريسها يشرف قسم أصول الفقه والفقه على تدريس مقررات الأصول والفقه على منهج الأصول من فقهاء الحنفية ومتكلمين يمثلون باقي المدارس الفقهية مواد قسم الفقه والأصول هي كثيرة ومن أهمها مقررات أصول الفقه بأربع شعب ومقرر القواعد الفقهية ومقررات الأحوال الشخصية بشقيها ومقرر المواريث والمعوضات المالية ولعقود التبرعات وعقود الشركات وعقود التوثيقات ومقرر للولاية الخاصة وغيرها إذا يسر الله سبحانه وتعالى لطالب العلم أن يتخرج بعد ما يخلص النية لله سبحانه بتكون أبواب العمل اللي أخلص بدراسته للوصول لها مفتوحة له ويمكن للخريج من قسم الفقه وأصوله وكذلك قسم الفقه المقارن أنه يشتغل في مجال التوثيقات في وزارة العدل ومجالس القضاء ومكاتب المحامات ويقدر أنه يشتغل في بيت الزكاة الكويتي بقسم الهيئة الشرعية أو في البحث الشرعي أيضاً يستطيع أنه يعمل بالمؤسسات المالية الاستثمارية الإسلامية والمصارف الإسلامية ومكاتب التدقيق الخارجي والداخلي وأيضاً يمكن لخريج الفقه وأصوله أنه يشتغل في وزارة الأوقاف كمعلم أو باحث متخصص في أصول الفقه بالموسوع الفقهية وغيرها من إدارات وأيضاً يقدر أنه يشتغل في وزارة الأوقاف كإمام بأحد مساجد الدولة وبوزارة التربية كمعلم للتربية الإسلامية فيرب الأجيال القادمة على الدين الإسلامي الحنيف الفقه أصوله يهتم بالفقه وهو الجانب العلمي المأخوذ من القرآن الكريم والسمنة النبوية ودراسة أحكام المكلفين بالتفصيل سواء بالعبادات أو المعاملات فهو يقابل الاعتقاد هالقسم يخرج فقهاء وأهل اجتهاد ومفتين علشان يفتون بالمستجدات في المجال الطبي ومجال المعاملات المالية وغيرها